يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بأن الله قد كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش هل يعد هذا الكتاب مخلوقاً وإن كان مخلوق فهل يكون هو أعلى المخلوقات وليس العرش لا الكتاب عنده عنده سبحانه وتعالى عنده يعني قريب من هذه عندية قرب واختصاص على غيره من الأشياء والمكتوب مخلوق أما الكتابة نفسها هي فعل الله جل وعلا صفة من صباته أما المكتوب فهو مخلوق مثل الخلق هذا صفة لكن المخلوق هذا ما يقال أنه صفة هذا يقال مفعول من مفعولات الله جل وعلا نعم يقول فضيلة الشيخ بين الفعل والمفعول مفعول مخلوق أما الفعل نفسه هو صفة الله يخلق ويكتب ويخلق ويرزق ويحيي ويميت هذه صفاته سبحانه وتعالى نعم